اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد وحاضرتنا اليوم إن شاء الله رب العالمين أسرار العبادات هل العبادات أسرار؟ هذا سؤال قد يطرحه الإنسان وما هي العبادات أصلا؟ الدين الإسلامي كما يعلم الجميع عبارة عن عبادات ومعاملات حتى قسم الفقهاء الإسلام أو العلم بدين الله سبحانه وتعالى إلى هذين القسمين الكبيرين في قضية الفقه فقالوا هذا فقه عبادات وهذا فقه معاملات الذين وضعوا فقه العبادات كانوا من الموصولين بالله سبحانه لم تكن المسألة عندهم مسألة علمية فحسب يعني مسألة حلال وحرام ومبطلات ومفسدات وأركان وسنن ومستحبات لا المسألة عندهم كانت غير ذلك لأن واضع الفقه وأصول الفقه كانوا من الموصولين بالله عز وجل ولذلك لما تقلب أنت في كتب الفقهاء كبه حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم جميعا ومن نحى نحوهم من أصحاب المذاهب الأخرى تجد مثلا أنه ليس هناك باب في كتب الفقه يسمى مثلا باب الخشوع أو باب حضور القلب أو باب الخوف من الله أو باب خشية ألا يقبل العمل أو باب إخبات النية لله الناس الذين وضعوا يعني هؤلاء القوم من الصف والمنتقاء لما وضعوا علم الفقه وعلم أصول الفقه كان الذين من حولهم أناس أولي خشوع وأولي إخبات ومسلمين عمليين ترى فيهم الإسلام في كل خطوة وفي كل لحظة ووضعوا بذلك البناء الأساسي لتعريف المسلم العابد فجاء رجل إلى عمر وسأله عمر فيما تحفظون جميعا أتعرف الرجل قال نعم يا أمير المؤمنين فسأله عمر أسئلة أربعة تنم عن فقه عمر رضي الله عنه في تقويم الرجال أو وضع الرجال في ميزان العبادة قال إذا كنت تعرفه هل أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه قال لا قال أعملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك أخلاقه قال لا قال هل رافقته في سفر لأن السفر كما نقول يسفر عن أخلاق الرجال فالإنسان في بلده غير الإنسان الذي يقيم خارج بلده والإنسان في الحضر غير في السفر تظهر منه فلتات في كلماته في تعاملاته فهو يصفر يظهر يعني أخلاق الرجال بوضوح قال لا يا أمير المؤمنين ما رفقته في سفر سؤال رابع هل صاهرت منه أو صاهر منك يعني حدث بينكم مصهرة نسب عند النسب يظهر المختبئ يعني عند النسب تظهر الأمور على أصولها والأمور على حقائقها لأن الناس سبحان الله بالنسب تظهر أمور عجيبة يعني مجرد العقد تصر هناك محارم في محارم مؤقتة ومحارم مؤبدة وتبنى حياة جديدة في العائلات والأسر بناء على عقد الله سمه ميثاقا غليظا إذن عمر يضع قوانين أربعة للمعرفة جاره ليس جار سافرت معه لم يسافر معه عملته بالدرهم والدنار لم يتعامل معه بالدرهم والدنار سبحان الله العظيم الجيرة مع التعامل المادي مع السفر مع المصاهرة قال عمر سائلا أو متعجبا أو موضحا رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد قال نعم قال إنك لا تعرفه ائتني بمن يعرفه هل عمر عرف الرجل أو عرف الرجل للرجل أو قبل شهادة الرجل بالمعرفة أنه يصلي ويطيل الركوع والسجود في المسجد اعتبر أن هذا أمر خاص بين العبد وبين ربه لكن الأمر الخاص بيني وبينك في ثمرة العبادة وأسرار العبادة أن يظهر فيها أثر هذا التعبد عليك يعني نضرب أمثلة تعالى أولا إلى القضية الأساسية قضية العقيدة التي جاء بها كل الرسل وكل الأنبياء مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة في در الأرقم كانت كما نقول دائما الحضانة التي استقبلت المولود الجديد وهم الصحابة وقوى فيهم صلى الله عليه وسلم وعمل بجهد على جهازهم المناعي الإيماني فقوى عندهم جهاز المناعة فلما قوي جهاز المناعة ثلاث عشرة عاما ما أمرهم بزكاة ولا جهاد ولا صيام ولا شيء إنما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا حتى دخل الأعرابي القح عرابي قح دخل وجد رجلا وحوله أناس يسمعون منه وينكرون قال من هذا قالوا هذا محمد بن عبد الله قال ومن محمد قالوا هذا الرجل يدعي النبوة ومن هؤلاء قالوا هؤلاء أقاربه وأهله من العرب فانتظر حتى انتهى الرسول من كلامه ثم انتحى به جانبا قال يا هذا إلى ما تدعوهم قال أدعوهم إلى لا إله إلا الله قال والله لن تدعك العرب الأعرابي فقه الأعرابي فقه ما لم نفقه نحن قال أنت تظن أن العرب بسهولة يشهد لله بالوحدنية وتنتهي بذلك الطبقية وتنتهي بذلك الجبروت وينتهي بذلك سبحان الله يعني أبو جهل يوم بدر لما وقع على الأرض فعبد الله بن مسعود على صدره وقف على صدره وعبد الله بن مسعود كان بلغة العصر قزم يعني كان ثلثة زراع يعني تقدر تقول خمسين سنتيمتر سبحان الله يعني حتى لما وقع مرة من فوق الشجرة ضحك الصحابة قال الرسول أتضحكون من دقة ساخي ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقر عند الله من جبل أحد إذن الله عز وجل لا يقيس العباد يوم القيامة بثقيل الوزن ومتوسط الخفيف والذبابة والريشة والدجاجة والفرخة والديك والنحلة والفراشة ومش عارف إيه لا الله يقيس أعمال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أبو جهل لما رأى ابن مسعود يعلو صدره انظروا في لحظة الأخيرة يقول لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم يعني الكبر ما زال عنده لمن النصر اليوم قال لله ولرسوله يا عدو الله قال لا يستطيع مثلي أن يرى مثلك وقد على صدره خذ هذا السيف وجزة رقباته ابن مسعود يعني الطالب رخيص والمطلوب غالي سبحان الله سهلة بسيطة فإذا أريد أن أقول هذا الجبروت وهذا الكبر الذي يجعل رجلا كعمر بن هشام وهو أبو جهل يقول تسابقنا نحن وبنوا عبد مناف أطعموا فأطعمنا الحجيز يعني وسقوا فسقينا وحملوا اللواء في الحروب فحملنا فقالوا منا نبي فأنا لنا بهذا الشرف واللات والعز لن نؤمن به أبدا حتى وصل الأمر كما تعلمون طريحة الأسد هذا المتنبئ الذي ادعى النبوة كان أهل يعرف أنه كذاب فكان عقلاء القوم يقولون يا قوم يا أهل طريحة تعلمون أن طريحة كذاب ومحمد صادق طريحة سبحان الله العظيم من مضر سبحان الله من ربيعة يعني السلالة تنتهي إلى ربيعة والرسول صلى الله عليه وسلم من مضر فكان قومه يقولون والله إن كذاب ربيعة أفضل عندنا من صادق مضر إن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه المخلص في الكفر ينتصر على المزيف في الإيمان الناس أصبحت كيتونات الكيتونات المفرقة دي خلاص أصبحت لغة غير سائدة في العالم وأصبحت الناس تتجمع رغم اختلاف الأيدولوجيات ونحن لنا قبلة واحدة وكتاب واحد ومن قبل رب واحد ورسول خاتم صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا وبينا ما ترك لنا خيرا إلا وحثنا عليه ما ترك من شر إلا وحذرنا منه ورغم ذلك نتشعب وكل يركب رأسه وكل يظن أنه سبحان الله هو العالم الوحيد وهو المفن الوحيد وهو الفاهم الوحيد وهو الذكير الوحيد رغم أننا يجب أن نتقارب وأن نتكامل حتى جاء عامل الزكاة من البحرين أيام عمر في صلاة المغرب وقال أنا عامل البحرين جئت لك بزكاة أهل البحرين يا أمير المؤمنين قال بكم جئت قال بخمسمائة ألف دينار عمر استرهبوا الرقم خمسمائة ألف دينار شيء غريب عمر يعني آخر ما يعد عشرين ثلاثين خمسين خمسمائة ألف قال يا رجل أنت متعب من الصفر عدت بعد صلاة العشاء نام وتعالى ليه في صلاة الصبح تكون أنت صحصحت ومخك كده بدأ يشتغل عاد الرجل في صلاة الصبح قال تعالى يا رجل بكم جئت قال بخمسمائة ألف قال يا رجل أجننت أتدري ما خمسمائة ألف اغتاض الرجل قال يا أمير المؤمنين مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف أليست خمسمائة فتبسم عمر وصعد المنبر وقال أيها الناس فاض المال فاض المال كثر البركات سبحان الله إن أردتم أن نكين لكم كلنا لكم كيدا وإن أردتم أن نزن لكم وزن لكم وزنا فاختاروا يرحمكم الله بهذا المنطق يأتي عمال بيت المال يوم توزيع الزكاة في أفريقيا في جنوب مصر وفي السودان وفي الصومال وفي أوثيوب هذه الدول كلها سبحان الله يوزع على الفقراء وعادوا إلى دمشق مرة أخرى بمال الزكاة كما هو لما لم توزعوا قال يا أمير المؤمنين ما رأينا فقيرا في أفريقيا أفريقيا التي تعاني من المجاعات نتيجة أن الأغنياء أتخموا بما بما عندهم إن رأيت فقيرا في العالم فأعلم أن غنيا أخذ أكثر من حقه إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتخمة غني ربنا أجعلها موازين في الحياة لكن إحنا إلا أخلينا بالموازين عندما لم نتق الله ولم نطبق قانون الله سبحان الله الغني يأخذ أكثر من حقه تجد الفقير سبحان الله يضيع في هذا الزحان إذن لما جابوا الأموال مرة أخرى إلى بيت المال نادى مناد من قبل أمير المؤمنين من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال لو نادى مناد الآن من كان عليه دين تجد أصحاب المالي في العالم وقفين طبور أيها إحنا علينا ديون سبحان الله فمن كأ فزداد دينه من بيت المال ثم فاض المال المال لسه كثير قال أي عبد أراد أن يتحرر ويدفع يعني يكاتب سيده فتحريره من بيت المال حرر العبيد سبحان الله بقيت أموال من كان من الشباب يريد أن يتزوج فزواجه من بيت المال تزوج الشباب ظلت أموال قال أبقوها لعل الله أن يبارك فيها لمن بعدنا سبحان الله إذن قضيت لما تطبق حقائق الدين وتفهم أسرار العبادات أضرب لك أمثلة من بعض أسرار العبادات تعال إلى قضية العقيدة التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم عارفين تدريس العقيدة للأسف في كليات الشريعة وكليات أصول الدين عبارة عن فلسفة جدلية لا تقدم ولا تؤخر لكن العقيدة درسها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عملي بوضوح شديد وببساطة شديدة الأعرابي جالس كده تحت الشجرة فنظر فرأى لبعيره بعرا ولأقدامه أثرا فنظر الرجل بتوحيد خالص وقال البعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير حتى إن أبا ذر لما أراد الله أن يهديه كان له ثعلب أكان له صنم يعبده من دون الله داخل مرة يؤدي تقص العبادة للصنم وجد الصنم مبتلا قال مين اللي وضع ماء على الصنم فوجد أن ثعلبين وقف بجوار بخلف الصنم بال على صنمه تبا بأول على الصنم فنظر بعزة العربي وقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب قد تصبه المصائب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب المهم بلغوا أن فيه رسالة وفي محمد بن عبد الله أرسل أخاه أخاه لم يأتي له بفائدة قال أروح عنه وكان أبو ذر شغلته الأساسية قطع طريق كان شغلته في الجاهلية كان يقطع الطريق على قافلة بمفرده يعني أبو ذر شيء عجيب فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف أن الرسول يعرفه قال له يا أبا ذر ماذا فعل الثعلبان بصنمك عمل لما دخل في الإسلام استأذن الرسول وعاد إلى قبيلة غفار كل قبيلة غفار دخلت في الإسلام رح على القبيلة اللي جنبها قبيلة أسلم كل قبيلة أسلم دخلت في الإسلام ثم جاء بالقبيلتين وهو يسير أمامهم كما كان رأسا في الشر صار رأسا في الخير فلما استقبله بالنبي على حدود المدينة قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله سبحانه إذن العقيدة تعمل في القلوب فعل السحر دايما تشهد القلوب هذه العقيدة المسهلة الميسرة المذللة أن تعبد واحدا لا شريك له بمعنى تعال إلى الصلاة ما أسرارك في الصلاة أو قبل الصلاة في وضوء هو معنى أن أغسل يديها كذا يا أخي يديها نظيفتان أنت يديك نظيفتين ما في حد يديها متسخة كل مرة نغسل ثلاث مرات ونخالد ما بين الأصابع طيب لماذا؟ قال وأنا أغسل وأنا أغسل يديه أتذكر أن من الواجب أن هذه اليد لا تمسك حراما ولا تلمس حراما ولا تعطي حراما وإنما هي يد نظيفة من الرشوة نظيفة من الحرام نظيفة من صغير الأمر وكبير الرجل من سنة 1913 يعني شوف من ما يقرب من تسعين سنة راح عشان يحج من مصر فراكب الباخرة ورايح من ميناء السويس طالع على جد كلام ده من 80 سنة فمعه صرة حامل فيها كم جنيه كده ومخبيهم مخبيهم في جيبه فعايز يطمئن على ماله عايز يوزع أنا هانفقنا في مكة وانفقنا في المدينة وقال كده فطالع يعدل ثلاث جنيه فيه على السفينة قرد أعزكم الله واحد معه قرد نزل قرد من على الساري خطف الصرة تعقول المال من الرجل الوطن على الساري فوق يرحير من نصف جنيه في حجر الرجل وربع جنيه في البحر جنيه في وجنيه في المية سبحان الله المهم الرجل بقص ليه خمسة جنيه ما فيش غيره وبقيد التلاتاشر طه جلس يبكي في واحد شيخ على متن المركب ما لك يا فلا جلس إدنا الشيخ ثلاثة عشر جنيها أنفق منين في المملكة فين أروح أنا هناك أنفق سبحان الله قالوا أنت ماذا تعمل أنا أبيع اللبن قالوا أنت تخلط اللبن بالماء قالوا نعم قالوا خلاص ثمن الماء رحل الماء وانت خاتل ثمن اللبن سبحان الله تكون تناجر الرجل نصاب رجل تاتاتاتا والعياذ بالله تعمل شر فسبحان الله العظيم فبهذا يفقه المسلم أن سبحان الله السر في العبادة هو أن يسير الإنسان في طريق الحلال بمعنى فأنا يدي لن ألمس به محل لن أخذ به ما رشوة لن أؤذي به ما مسلم أنا رجل كاتب لا أكتب إلا الحق أنا رجل صحفي أنقل الخبر الصادق لكن حكم إحنا في دولنا العربية إذا لم يكن الدين هو إطارنا سبحان الله نسأل الله السلام لابد أن أكون صادق الكلمة فيما أكتب بيدي سبحان الله يا أبا حازم قال نعم يا أمير المؤمنين قال ناودني هذه المحبرة قال لا يا أمير المؤمنين فاللي قاعدين حاولين أمير المؤمنين يا رجل يشرفك أمير المؤمنين ويقول لك ناودني المحبرة وأنت تأبى وترفض قال وإن كتب أمير المؤمنين شيئا بمحبرته تلك يظلم بها مسلما أو مسلمة ماذا أقول لله يوم القيامة حريص على أن لا سبحان الله يا ابن أبي طالب قال نعم يا أمير المؤمنين سيدنا علي أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم جئتنا في أمر من أمور المسلمين وما الفرق قال لا إن جئتنا في أمر من أمور المسلمين تركنا المسرجة مضاءة لأن المسلمين عينونا أوعدنا أشتغل عليهم أمير والتيار الكهرباء أو المسرجة هذه من حقوقهم أما إذا كان لخاصة نفسك أفقنا المسرجة أتريد أن نأكل نارا في أجوافنا يوم القيامة بهذا الحرص مش أنت في المسطحة بالنهار أضعت الكهرباء في بيتك تطفئها لو جدت بيتك الأولاد يقيدوا الكهرباء بالنهار يا ولد حرام ندفع الكهرباء سبحان الله ما تصنعه في بيتك يجب أن تصنعه في مصطحتك فالمسلم ليس مسلما في المسجد وغير مسلم خارج المسجد المسلم مسلم في رمضان وبعد رمضان يقول لك يا أهس النشيخ الله يرضى عليه الغيبة حرام في رمضان طب وخرج رمضان الله مباحة يعني وبعدين هو عايز يغتاب بس يليف ودور أخونا بيقول لك مثلا أحمد الزاه مثلا يا عمي غفر الله لنا ولا تفهم أنت إيه الله غيبة هذه غيبة سبحان الله بس إحنا عرب يعني عاملين زي إيه أن نقلد اليهود في اللف والداران حول النص يقول لك هنا عمي ذكرته بسوق يقولت غفر الله يلا الله يسهد له يلا الله يسهد له الله يسهد له يعني رجل يعني عليه سبحانه ما شاء الله علي الله أقول لن نزكي على الله فالقضية بهذا المنطق لا تظن إن الله يعلم خائنة الأعين خائنة الأعين وما تخفي الصدوء فأنا أغسل يدي أنا أتمضمت في الصلاة في الوضوء هل هذه القضية المضمضة بالعكس تفهمك ما شاء الله تعمل بالفرشة للأسنان وبالسواك لكن لا هذا الفم الذي يتمضمت يجب أن يمتنع عن الغيبة والنميمة والكذب والحسد والكلام السوء والخوض في الأعراض واليمين الغموس واليمين الفاجرة وإذاء الناس والتكبر على الناس سبحان الله العظيم فبهذا المنطق أنا قد تمضمت وفهمت سر المضمضة إذا استنشقت إذا غسلت وجشي غسلت ذراعي مسحت رأسي غسلت رجلي لا أذهب بهذه الرجل إلا لتعمير بيت الله وعمل الخير والعمل الصالح والعمل الذي أرتزق منه وأكون دقيق في عملي لا أنتظر مديرا يعني يحفزني سبحانه وتعالى رقيب عليه فالإنسان المسلم سبحان الله يعني بعد أن يراقب العبادة بقلبه لو عرضها على عقله يجد أنه الكسبان أما الذين يقولون أنه لا علاقة للإسلام بالعقل فنحن ما قتلنا جليليوم عندما قال إن هناك عوالم أخرى ولم نقتل كوبرنيكوس الذي قال إن الأرض كروية ولم نعطي قرارات وفرمانات حرمان كنسية لأحد عندما قال رأيا مخالفا للمعبد أو للكنيسة لا إحنا عندنا حرية فكر وحرية رأي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلا إكراها في الدين سبحان الله عندنا تقدير العقل والعقل يوضع في مداره والعقل يوضع في مكانته ولا تكليف في الإستام عندنا إلا لعاقل لا يكلف إلا العاقل فالعقل مناط التكليف والعقل هو الأمانة التي جعلها الله رب العالمين وعرضها على السماوات والأرض والجبان فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها الإستام يخاطب العقل المستنير وأن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما استخدموا عقولهم مع نص الكتاب وما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم أفلحوا وفلحوا ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان والله لما فتحوا مصر كان أقباط مصر يقولون والله أنتم كملائكة أنتم أخلاقكم كأخلاق الأنبياء سبحان الله وكان يعني مساحة السماحة عندنا في دين الله والعقل الموجود والتكريف الموجود لهذا العقل هو الذي يقودنا من سنوات بابا روما الذي مات زار مصر واستقبل في الأزهر وزار دمشق ودخل إلى المسجد الأموي فلما ذهب إلى دير سنت كاترين ولأن أصحاب الدير على غير مذهبه أبوا أن يدخل وصلى الرجل خارج المعبد صلى خارج الكنيسة رغم أن سماحة الإسلام استقبلته هنا وهناك ولم يستقبل في بني جنسه وبني جلدته لتغير المذهب فأينا فيه تعصب وأينا فيه إلغاء للعقل إن من يقول إنه لا علاقة بين الإسلام والعقل هو لا عقل له ويجب أن نظهر نحن عظمة ديننا في تطبيقه في صغير الأمر وكبيره ويجب علينا أيضا أن نظهر سماحة الإسلام ونظهر فكر الإسلام ونظهر دماثة الإسلام ونظهر هذا الأمر الذي أظهره أجدادنا إما أن القوم الآخرين دخلوا في دين الله أفواجه أو حيدوا وأحبوا هذا الدين وأحبوا أتباع هذا الدين لأنهم رأوا حماية في هذا الدين يعني سبحان الله العظيم عما وجدوه في أي دين آخر فديننا دين العقل ولكن يجب أنت كحكيم ومحب للحكمة أن تبحث عن أسرار العبادة تعال إلى الصلاة أنت تقف تستقبل القبلة استقبلنا القبلة أنت تستحضرها كأنك واخف أمام الكعبة وبعدين تكبر تكبيرا يسميها العلماء تكبيرة الإحرام يعني يحرم بعدها ما كان قبلها قبلها كنت أكل وأشرب وأتحرك وأتحدث بعدها لا أكل ولا أشرب ولا أتحدث سبحان الله ثم بعد أن أكبر أنا وأنا أكبر أخذ الدنيا التي تشغلني على ظهر يدي وألقيها خلف ظهري قائلا الله أكبر أي الله أكبر من الدنيا التي تشغلني الله أكبر من المال الذي يشغلني الله أكبر من كل شيء ثم إذا وقفت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنا ما لي في صفة الرحمة الرحمة الإلهية هذه ما الذي أخذته أنا هل رحمت الأرملة هل رحمت المسكين هل رحمت اليتيم هل رحمت الذين ألي أمرهم وأنا مدير لهم أو رئيس عليهم هل رحمتهم هل رحمت الناس المريض هل رحمت سبحان الله الذين قضيت حاجات من لا يستطيع قضاء حاجته هل الرحمة استشرت فيه حتى يقال إن فلان من الرحماء الذين يرحمون بين البشر إنما الله عز وجل جعل الناس عياله وأنفعهم يعني أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فهل رحمنا صغيرنا وكبيرا ليس منا من لم يوكروا كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه سبحان الله فبهذا المنطق أنا أفهم الكلمات وأنا أقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أفرح أن يوم الدين ليس ملكا لأحد وإنما سوف أأخذ يوم الدين ما زرعته أنا إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك حتى يقال في معارض الدعوة إن رجلا يوم الخيامة نقصت حسناته حسنة فقال الله له عبدي إن جئتني بالحسنة أدخلتك الجنة طاف الرجل على الناس أبوه أمه ابنه كل واحد يقول نفسي نفسي أليس عندك أنت من حسنة عمونا أنت جاي تشحط مني يتتسول مني فإذا برجل واقف قال ما لك قال لو أتيت بحسنة انقذت ودخلت الجنة قال الرجل يا عجبا وإن لم تأتي بها قال دخلت النار قال أنا ما في كتابي إلا حسنة خذها تكرر الله يعني مش نافع الحكاية خذ أنت نقص حسنة أنا ما فيش إلا حسنة قال الله عبدي لصحب الحسن أأنت أكرم منه خذ بيدي أخيك وادخل أنتم الاثنان إلى الجنة ليه تضيقوا على الناس ليه تحرموا الرحمة أو إحنا معانا مفاتيح الجنة والنار أبدا عندنا صقوق وفران ما عندنا أشهد كلام العلماء مجرد مصابيح يرفعون قضية الفتية والحلال والحرام وتذكير الأمة بكتابها وسنة النبي وشرعها بس المهمتهم فقط صلي خلفه نأتمنهم على دنا تمنهم على شرح ما غمي عننا لكن غير ذلك سبحان الله العظيم فالمسلم سبحان الله من الوجب أن يراعي هذه المسائل يراعي قضية الرحمة سبحان الله العظيم الرحماء أو الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم سبحان الله والرحمة لا تأتي إلا بشفقة ولا تأتي إلا بالرفق ما وضع الرفق في شيء إلا زانة وما وضع في شيء إلا زانة حتى أن عمر الله ارضى عليه مر مع الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر فتقدم عمر وكان مقداما الصحابة عايزين يتوضأوا وياخدوا من البئر قال يا صاحب البئر هل ترد السباع عليك السباع هل تجي تشرب من البئر وتترك آثار سؤرها كده سبحان الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا صاحب البئر لا تخبرنا لها للوحوش يعني والسباع ما أخذت في أجوافها ولنا ما أبقت في البئر يا عمر لا تتنطع في دين الله لا داعي للتنطع كان الأمور كده على الحل والإباحة كل شيء على الحل والإباحة ما إلا ما جاء نص يحرم لكن نحن للأسف في عصورنا تلك صنعنا حراما غير الذي صنعه إبليس يعني فيه سبحان الله والعياذ بالله قال الرجل وكنت من جندي إبليس فلما على بي الأمر صار إبليس من جندي والعياذ بالله هو أصبح رئيس قسم وأصبح إبليس يشتغل عنده سبحان الله ما ينفع أن يروح كيجي وان أبلسة ولا كيجي وان شيطانا سبحان الله لكن المسلم صناعه خير دايما بصمته خير كالغيف أينما حل نفع مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك فلما تستعين بالله الله عز وجل المشكلة عنده تحل إيه في سبحان الله العظيم في لحظات مش في لحظات كن فيكون لا عايز تكوين لجنة ولا إحالة للخطة والموازن أبدا كن فيكون والمسافة بين السماء والأرض فلدعوة مستجابة حتى وإن كنت عاصيا إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لبيك يا عبدي وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك 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 يا عبدي سبحان الله أنت لا تدد بالعكس لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الإنسان الرجاع يحب الإنسان اللي عنده أمل في رحمة الله أنا عند حصد ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن غير ذا وإن شرا فأنا عند ظن عند ظنين زي ما يظن تظن بالله إيه أنه الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم والله عز وجل إيه لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب الله يرضى سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما أراه الملكوت كشف له الحجب كشف عنه الحجب فرأى ما لا يرى الإنسان العادي فلما كشفت له الحجب كأنه بالضبط أصبح الستريت ينقل له على الهواء من آخر العالم ومحدود الفنات في المنطقة محددة فرأى رجلا يضرب يتيما فنات في آخر العراق قال يا عدو الله أتظن أن الله لا يراك اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء دعوة مجامل نزل صاعقة على رجل حركات شوالي راجل بيسرق الأرملة يا عدو أما وجدت إلا الأرملة اللهم أنزل عليه صاعقة قال الله يا إبراهيم أأنت خلقتهم قال لا يا رب قال يا إبراهيم لو خلقتهم لرحمتهم دعني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتف فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها ولذلك العجب العجب أن الله يقول في حديث عجيب إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر غيري خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاع أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم ياتف فإني طبيبهم من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي إذن الله الكرم هذا والفضل الإلهي هذا والرحمة تلك كيف تفسر أن بما استقبلتها أنت بما قمت أنت بالتفكر في أسرار العبادة التي نعبدها إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم ليس لنا إلا الصراط المستقيم هو أقصر الطرق أقصر الطرق الولد الطائع في بيتك في ابنك المطيع أقل تكلفة تجيب له شيء جديد يقول أبو يا الله يرضى عليك كفاية يا الله يعينك هات الإخواتي الولد الثاني يعيذ بالله طماء أنا أريد أنا أريد كشار بالبحر والأب والأم لما يحبوا يخلصوا من بعض في المشاكل يقول الولد ده هو أبوي الولد ده طماء زي أخواله تقول لا لا ده هو غرس زي أعمامه سبحان الله مهما خرام أنت يعني إذا قدمت شر لن تجني أشياء خيرا أنت تزرح شجرة سبحان الله يعني ما ينفع هذا الكلام وذلك يعني يقال يعني أن امرأة كانت تطلب الطلاق من زوجيها كل يوم والعيذ بالله على مدى عشرين سنة مات الرجل قضى نحبه طبعا أكيد يعني ما فلما مات وجدوا المرأة على قبره تذكي وتوال يالي كنت ولي عملت ولي سويت أرى الله يا امرأة هل جننت تكنت كل يوم تطلب من الطلاق قالت بلغنا عن العلماء أن المتوفى يعذب ببكاء أهله عليه يا سطار إيه الحقدة ده اتربت شوين الستة دي آخر أين ربيت سبحانه لأن الإنسان لما يفقد قضية الرحمة وقضية المحبة وقضية الود وقضية الألفة تجدوا يعني إنسان مقيت والعيذ بالله لا أول ما يدخل المجلس ولي يا سطار فلان وصل وفيه ناس أول ما يدخل كالنسيم العليل الناس تحب تقود معا كونوا مع الناس إن سافرتم وبعدتم حنوا إليكم وإن مدتم ترحموا عليكم هكذا فأنت تقف في الصلاة هكذا من أسرار الصلاة ده عنوين سريعة يعني تأتي إلى أسرار في الصيام الصيام الذي يجعلني ملائكية النزعة ملائكية النزعة سبحانه لا أكل لا أشرب حتى العاصي ربما هناك ناس كثيرون تجدتهم لا يصلي ولكن أول ما يدخل رمضان يعمل إيه يصوم سبحانه طب لماذا الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة يعني الذي فرض هذا فرضها لكن هو حياء عنده لسه خير فأنت لما تجد واحد زي كده نقر عليه في الخير هتجد إيه هيلين معاك أربعة من كبار القوم ومن علية القوم في دمشق شربوا الخمر أبو موسى الأشعري والوالي من قبل عمر هل نعمل لي مع دول دول أربعة من كبار القوم نعمل فيهم إيه دول عمي يحل الموضوع من أمير المؤمنين يلا حطاف رقبت إيه عالم وطلح سالم كهذه إيه هذه مهمتنا كتب له عمر إن أربعة من علية القوم هنا في دمشق شربوا الخمر ماذا أصنع سيدنا عمر واضح المعالم ولكنه ربي قال يا أبو موسى اسألهم سؤالا الخمر حلال أم حرام سؤال واضح إن قالوا حلال دق على نقا بدون لجن حقوق إنسان وإن قالوا حرام أقب عليهم حد الله جاء بالأربعة يا جماعة الخير أو يا جماعة أنت يا سكرين ما العاذب الله مش يعني أنت الأربعة هؤلاء يعني فسبحان الله ها الخمر حلال أم حرام ولا الخمر الخمر حرام نقيم الحد أقام كان إقامة الحد جلد تمالين جلدة ويحلقوا شعره إيه يعني صفر من زيرو زيرو يا عم زيرو ما يشلون بتفاخر ما واحد مستشرق أوروبي يقول له يا عم إيه إحنا قدمنا لكم خير وعمل لكم إحنا مخترع الصفر يرد على يا ابن الذين يقول لي وسكنتم فيه لا حاول ولا قوات فأحبطني ذات المؤتمر شعرت بإحبار يقول لي اختلعنا الصفر قالوا أنت سكنتم فيه بعدك لا الأمر إن شاء الله سوف يخرج من أصلابكم عمر مرة أخرى وعثمان مرة أخرى وأبو ذر مرة أخرى وخالد مرة أخرى وما ذلك على الله بعزيز طالما نأكل حلال ونتقل الله ونسلم الرئي لأولدنا شبه مرفوعة الخير في وفي أمتي اليوم القيام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها قد طال شوقي إلى أحبابي قالوا أولستا بأحبابك يا رسول الله قالوا أنتم أصحابي أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا ونحن يا رسول الله إليك أشد شوقا عملوا الواحد منهم كخمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون سبحان الله بهذا المنطق وبهذا الفه الإنسان يستبشر خير والإنسان الذي يحيى على الأمل دائما الإنسان يحيى على الأمل هذا رجل من شعراء الأمل أحبه يقول إيه قول يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه سبحان الله طالما نور الله في قلب الإنسان يبلغد أفضل من بس بإيه بالعودة والأوبة وفهم أسرار العباد لك في الصيام أنت تصير ملائكية نزع تفرح أن الصيام لن يأخذ منه أحد شيئا لأن الله يقول إلا الصوم فإنه دي وأنا أجذبه يعني أي إنسان له حقوق عندك يأخذ من صلاتك يأخذ من زكاتك يأخذ من حجك يأخذ من قراءتك للقرآن يأخذ من أي خير عملته إلا الصيام لا يستطيع أحد أن يقترب منه لأنه لله رب العالمين بس المهم هذه الهمة التي نراها في رمضان هل لا كانت قريبة لا أقول مثلها يعني لكن قريبة من هذه الهمة بعد رمضان هذا الزاد الذي تأخذه برمضان لماذا لا يستمر عاهد رب العباد أن تستمر واسأل الله أن يعينك والله سبحانه وتعالى يستجيب لك إن شاء الله رب العالمين تأتي لقضية الزكاة نفس القضية تأتي الزكاة تشعر بفرح تشعر أنك أديت حق الله سبحانه وتعالى تشعر أن سبحان الله هذا حق أخيك الفقير لا يحسد عليه ولا يحقد عليه وإنما سبحان الله جعل الله قوت الفقير كما قلنا في فضل مال الغني أما هناك أيها الإخوة عبادات منسية أو عبادات لا نأخذ بالنا أنها عبادات أولا إدخالي السرور عليك وإدخالك السرور عليك هذه فريضة غائبة هذه فريضة غائبة ابحث اليوم إيه اللي تدخله السرور على أهل بيتك أي شيء ولو ولو بالسلام حتى صحيحة يا تتحسس رأسك أنت سوخن أنت عندك حرارة أول مرة نسمع السلام منك شفاك الله وعفاك خير وبركة تحمل بس اعملها ارجح كده السلام عليك كيف حارك تودت تودت سبحان الله العظيم في هذا التودد شيء طيب طيب هل تستطيع أن تدخل السرور على واحد رفع أنت عليه قضية في المحكمة يا أخي الله يرضى عليك قل لي يا فلان إن كنت يا شيخ جحت الحق أنا أخذه منك يوم القيامة وإن كنت شايف أني ليه حق عندك إذا قدرت تجيبهولي بدون محكمة بره تريح القاضي وتريح الوكيل النيابة وتريح المحامي وتريح الأوراق وتريح الكمبيوتر الحامل للمشكلة وتريح نفسك أنت من ثقة للقلق يا هتكون اليوم تدعليه وتغتابه في كل مكان وأكل حقي وأكل حقي وأكل حقي سبحان الله العظيم فالإنسان لا إله إلا الله يعني الله يرضى عن أبي حنيفة يأتيه رجل يقول يا أبا حنيفة أبو حنيفة ذهب إليه خصب عجيب قال أبا حنيفة أنا اشتريت بيتا من هذا الرجل وأردت أن أحفر بئرا وأنا أحفر وجدت قدر مليء بسباك الذهب فذهبت للباع وقلت لو وجدت هذا الذهب عندي في البيت الذي اشتريته منك قلت يا عمي الذهب قال لي والله ليس لي تقريبا أن هذا كان آخر واحد صح يعني مين ضيعله أنا كل واحد يطلع أنا يقول لك أنا تعالى خلي واحد جنب أخونا كده يقول ليأتي إلي أكثركم ذنوبا وما فلان وما فلان تكلم سبحان الله ليقوم لي أصلحكم ما شاء الله كلنا أبو بكر وعمر وعث ما شاء الله لأخوة الله بالله الله أما للشياطين فين أقول لك عمد مسلسلة الله يرضى عليك المهم فأبو حنيفة الله يرضى عنه يعني طيب أنت يا صاحب البيت يا بائع ده ليس مالك قالوا لا مش مالك وانت قال أبو حنيفة ألي أحدكما غلام قد بلغ قال أنا حدلوا بنت بلغ قالوا زوجوا هذا لهذه واجعلوا المهر هذا الذهب وإن شاء الله يخرج من أصطابهم أناسا صالحين أن جابوا ثلاثة عشر ولدا وبنتا من حفظة كتاب الله عز وجل أن المال الحلال سبحان الله والله يا إخوة يعني كان لي شيخ وكان رجلا لم أره على مدى سنوات طويلة يغتب إنسان أبدا وقنت أتعجب من صلاحه فلما سألت عنه قيل لي إن أباه كان عنده قطيع غنم وكان الرجل صاحب الغنم هذه أبوه لما يجي خارج من البيت للحقل يضع كمامات من الليف على أفواه الغنم حتى لا تأكل من حقول الآخرين ثم يفك هذه الكمامة لم يصل إلى حقله هو يقول حتى أطعم أولادي لبنا حلالا فكم من أولاده الثلاثة كانوا من علماء علموا يعني سبحان الله يمكن ربع الشعب المصري سبحان الله أنا أريد أن أقول لا يستهيني الإنسان أبدا بأكل الحلال ويفقه أسرار العبادة واعتبر أن هذه المحاضرة عبارة عن عنوين تفتح لك يعني آفاقا كثيرة في هذه المسألة أحبتي في الله إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما تنتظرونه فحسبكم الله ونعم الوكيل وقولوا إن لله وإن إليه رجعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر